تعد ضراوة وشجاعة غرير العسل أسطورية فهو قادر على مواجهة المخلوقات المفترسة بكل سهولة تغرز أسنانها في الثعابين سامة أو حتى تجرب حظها في تناول الطعام من النيس من النادر ينطر غريرا على الطرف الخاسر من شجار مفترس ولكن على الرغم من قوتهم وجرأتهم فإن الغريرا يستسلم أحيانا للحيوانات المفترسة الأكبر حجما يمكن لبعض الحيوانات الخاطرة أن تثير الرعب في قلوب الناس في جميع أنحاء العالم مثل أي مخلوقات أخرى يمكن أن يتحذ مظهرها المخيف وكبر حجمها وبيئتها الغريبة المعادية لجعلها تبدو شرسة ووحشية الأسود والنمور وأفراس النهر والثعابين والتماسيح هذه الأسماء كافية لإرعاب البشر هجماتهم العدوانية هي مشاهد مباشرة من الكابوس إن العنف المفاجئ لهجومهم هو حقا تجربة مرعبة للضحية يعتبر غرير العسل أيضا من أكثر الحيوانات عدوانية يشتهر حيوان غرير العسل بالعدوانية وسيواجه خصوما أكبر منه بكثير سواء كانت مواجهة الكوبرا أو الأسود المفترسة فهم المشاجرون المطلقون إذا حسروا فسوف يقاتلون حتى الموت ذلك حتى مع الأسود إنهما قوياء بشكل لا يصدق يجعلهم جلدهم السميك منيعين من معظم الهجمات مثل لسعات النحل وريشات النيس ولدغات الثعابين وبالمثل فإن تأثير السم عليها ضئيل عندما يلدغه ثعبان سام فإن غرير العسل سوف يغفو لفترة ويستيقظ لاحقا كما لو لم يحدث أي شيء غرير العسل مخلوق ليلي معروف بكونه شريرا وشجاعا وعدوانيا يتميز باللون الأسود البعيد عن الوشاح الرمادي الفضي والأبيض الذي يمتد من رأسه إلى طرف الذيل فهو يتسم بالقوة وسيهاجم أي شخص يهدده مخلوق عدواني لا يعرف الخوف من الأدغال الأفريقية هم بشكل عام حيوانات منعزلة وهي واحدة من الثديات الأفريقية الأقل مشاهدة إنهم يعيشون في جحور يحفرونها بأنفسهم باستخدام مخالبهم القوية في هذا المشهد نجده يمسك بغرير العسل بقوة بين فكيه فعندما تجوع التماسيح لا تعرف الرحمة عادة ما تشبع التماسيح جوعها بالأسماك والطيور والضفادع وأي شيء آخر يمكن أن تجده بسهولة في الماء يعتقد أن الغرير كان يتجول بالقرب من حافة المياه حيث تصبح أهدافا سهلة إلى حد ما بدأ التمساح بسحق غرير العسل بين فكوكه الجبارة وقد تمت مشاهدة التمساح وتصويره وهو يقذف الغرير من جانب إلى آخر في محاولة واضحة لتقسيم الفريسة إلى قطع أصغر وأكثر قابلية للهضم أظن أن السبب وراء قضاء التمساح الكثير من الوقت مع الغرير الميت في فمه يرجع إلى صعوبة تمزيق الجثة إلى قطع صغيرة بما يكفي لابتلاعها أخيرا لا تنسى الاعجاب بالمقطع والاشتراك بالقناة هل تستطيع الزرافة مقاومة الحيوانات المفترسة؟ هنا في هذا الفيديو سوف نعرض بعضا من هذه المشاهد المخيفة تعتبر الزرافة واحدة من الحيوانات البرية اللطيفة التي تتناول العشب وأوراق الأشجاب وتتميز بطل القامة الفريدة من نوعها ولكن في الكثير من الأوقات يهجم عليها العديد من الحيوانات المفترسة في مشاهد مخيفة للغاية هيا بنا نبدأ في هذا المشهد كانت ترغب الزرافة في الحصول على بعض من المياه من هذا النهر وذلك بسبب أنها كانت تشعر بعطش شديد لكن هذا التمساح من المعروف أنه يبقى في المياه حتى تشعر الفريسة بالعطش وبعدها يستطيع الهجوم عليها لهذا كان ينتظر الوقت المناسب حتى اقتربت منه هذه الزرافة التي قرر الهجوم عليها وبالفعل اقترب منها حتى استطاع القيام بعض أقدامها بقوة من أجل محاولة إغراقها لكن كما هو واضح أمامك في هذا الفيديو كانت تحول الزرافة المقاومة باستمرار حتى بالفعل أنها استطاعت الخروج من المياه والبقاء على البر ولكن بعد أن كانت تشكو من آلام كبيرة تجعلها غير قادرة على التحرك في هذا الفيديو اجتمع عدد كبير من الأسود حول هذه الزرافة من أجل محاولة القضاء عليها بالرغم من أن الزرافة كانت تحاول المقاومة لفترة طويلة إلا أنه في النهاية استطاع أحد الأسود القفز في الهواء على ارتفاع عالي حتى استطاع توجيه ضربة قوية مما جعلها تسقط على الأرض وبهذا أصبحت فريزة سهلة أما هذه الزرافة الأخرى تتمتع بقدر كبير جدا من الشجاعة ولهذا كانت قادرة على تزديد العديد من الضربات المؤلمة والقوية في وجه كل أسد كان يحاول الاقتراب منها كما هو واضح في هذا الفيديو وذلك بسبب أن أقدام الزرافة تعتبر واحدة من الأسلحة القوية بسبب العضلات الضخمة التي تمتلكها والتي تجعلها قادرة على تزديد ضربات مؤلمة تحاول دائما الحيوانات المفترسة الهجوم على صغار الفرائس وفي هذا الفيديو كانت تحاول الأسود الهجوم على صغير الزراف حتى أنهم استطاعوا إسقاطه على الأرض ولكن في النهاية جاءت الأم في الوقت المناسب واستطاعت الهجوم على هذه الحيوانات المتوحشة في مشهد يعبر عن مدى القوة والشجاعة التي تتمتع بها الأم بسبب الطبيعة الفطية وهنا أيضا استطاعت هذه الزرافة الهجوم على هذا العدد الكبير من فصيلة الضباع من المعروف أن الضباع تصطاد في جماعات ولكن في هذا الفيديو استطعت الزرافة حماية صغيرتها من هذه الهجمات المتعددة من الضباع وذلك عن طريق الهجوم عليها بكل جراءة وشجع وأخيرا لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء